التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء وخلال اجتماعي مع مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة ومدير مصنع إبداع للرخام صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كما طلع الرئيس السيسي على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضري للطرق والمحاور الرئيسية بها أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس وخلال تعقبه على مدخلات الرجال الأعمال وممثل القطاع الخاص في أثناء فعليات منتدى الأعمال المصرية التونسية المشترك شدد رئيس الوزراء على عدم وجود أي قيود على حركة رجال الأعمال بين مصر وتونس دعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الألية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم في بلدهم الثاني مصر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عام الثقافة المشترك بين مصر وتونس جاء كدلالة جديدة على عمق الروابط التاريخية والإرث الثقافي والحضري الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وخلال زيارته لمدينة الثقافة التونسية برفقة رئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء الوفدين المصري وتونسي شدد مدبولي على أن عام الثقافة يعد راكيزة رئيسية لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والفنية واستهل مدبولي زيارته للمدينة بتدشين معرض لفنون الخط العربي الذي يقام بعنوان ذاكرة حية وذلك احتفاء بتسجيل فنون الخط العربي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جيرون باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات رئيسا لمجلس الاحتياطية الاتحادية ما يمهد الطريقة أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تدخم في أربعين عاما وحصل باول الذي أعاد رئيس الأمريكي ترشيحه على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ بموافقة ثمانين عضوا مقبل تسعة عشر فقط وكان معظم الرافضين من الجمهوريين أعلنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية تسجيل ست حالات وفاعة على الأقل لجراء الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت وكالة كوريا الشمالية للأنباء وأشرت الوكالة إلى أن حوالي 187 ألف شخص دخلوا إلى العزل الصحي ونقلت الوكالة الرسمية عن السلطات أن حوالي 350 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لافت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن الفيروس بدأ في الانتشار أواخر إبريل الماضي أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 331 إصابة ظهرت عليها الأعراض ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 221 ألفا ومائتين وتسع وثمانين حالة مؤكدة كما سجلت الصين حالتين وفاة جديدتين مما رفع الخاصيلة الإجمالية إلى 5205 وفاية تمكنت مدرية الاستخبارات العسكرية في العراق من قتل ثلاثة إرهابيين من خلال توجيه ضربة جوية على نفق العصابات داعش الإرهابية في الأنبار غربي البلاد وذكر بيان لخلية الأعلام الأمني أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية الواردة من مدرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات F-16 التابع للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقا بداخله عناصر داعش الإرهابية في الأنبار أما رياضيا فحقق فريق ريال مادريد فوزا كبيرا على ضيفي ليفانتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمنوا نفسات الجولة السادسة والثلاثين من الدور الإسبانية بهذا الفوز رفع الملاكي الذي حسم تتويجه بلقب الليجة الإسبانية رصيده إلى 84 نقطة بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز العشرين والأخير يتأكد رسميا هبوطه للدرجة الثانية نهاية مجزة تساعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل